اشتركوا في القناة ويُعرض عليك من بضاعات ربك ودلالة نبيك صلى الله عليه وسلم كثرة الاستغفار في رجب كثرة التوبة تحقيق التوبة إلى الله ومن الاستغفارات القرآنية ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فإن الله ما قصها علينا عبث ذكرها في كتابه أنها دعوات أتباع الأنبياء من قبل أتباع الأنبياء من قبل وهذا كان قولهم وذكر لنا نتيجته قال وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فكانت النتيجة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب والله يحب المحسنين جل جلاله وصفهم بالإحسان يا رب صدقتها وهول من أتباع الأنبياء من قبل ونحن أتباع نبيك محمد خاتم الأنبياء ونلح عليك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله يبتهل إلى الله بها في ديار وبيوت ومنازل كثير في مدن وقراء في الشرق والغرب ونجني ثمرها إن شاء الله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة هاتي بها في مثل هذا الشهر المقبل عليك ألوف هات ألوف منها ما هو مرة ولا مرتين ألح ألح عليك هو ذكرها في كتابه من شان يقول لك ذا بابنا أرحم الخلق من جهته بتجي ها حتى لأمم السابقة واذا أنت أممت حبيبي بتجي بتعطيك ما هو كما اللي أعطيتهم وزيادة وزيادة لأن بابكم واسع وواسطتكم خير شافع يا رب سلي عليه وبنلح على الله لكن متحققين بطلب الغفران بتحقيق التوبة من قبل ما يدخل رجب إيش باقي عندك من الذنوب ذلي لعبك في شيء من أعضائك وقلبك تزحزح عن الذنوب فر منها طب إلى ربك يلا جلاله واصدق مع الله سبحانه وتعالى واستقبل رجب بخير حال أكان يقول لبن عمر أكان يسوم صلى الله عليه وسلم في الرجب قال نعم ويشرفه يعني يعظمه ويميزه عن بقية الشهور وقد علمتك أنه الشهر الفرد من بين الأربعة الحرم منها أربعة حرم فيا ما أعجبه سيدنا علي بن أبي طالب من أول ليلة في رجب يتفرغ للعبادة ليالي في السنة منها أول ليلة في رجب وعلي منين يجيب علمه منين يجيب معرفته هذا باب المدينة باب مدينة الليل ويفرغ نفسه في ليلة أول ليلة من رجب تأتي نذهين معك ليلة ليلتين وصلت عندك وواجهتك أول ليلة من رجب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر